كله طلع من جوامعكم الرجل ممكن يكون سفيه اثنين يكونوا سفاهة خمسة يكونوا سفاهة مئة يكونوا سفاهة اما اتكلمني عن اكثر من ستين سبعين الف شخص يفجل نفسه فقط في العراق خلال عشر سنوات ثم تأتي وتقول لي هؤلاء الصناعة امريكية اول مرة اعرف ان الصناعات الامريكية تدعو الى توجير الناس لانفسهم ما شفت ذلك انا صراحة اول مرة اشوف الصناعة الامريكية تدعو الى ذلك ولكن لما اقرأ ليوسف القرضاوي وارى انه يجيز التفجير النفس ثم اقرأ لابن تيمية الذي في حكم الترس المسلم وفي حكم الانغماس في العدو اعرف ان هذا الكلام موجود عندكم وقديم قدم الاسلام فيكم لان الصحابي فعل ذلك وانغمس في العدو في الحديقة في معركة المرتدين وعلى هذا استند هؤلاء العلماء ولذلك يعني سودوا الكتب بهذه الفتاوى طبعا صناعة اسلامية بل صناعة اسلامية بامتياز صناعة محمد واصحابه فلان فجأة صرتم تخجلون من هذا لطبعا في التيك توك اكيد رح تخجلون من هذا الكلام لان في التيك توك يعني وضعكم مزري ومخزي اما على الحقيقة وفي الواقع لا في الحقيقة والواقع لما وين ما تصير عندكم فرصة تهرولون إلى هذه الجماعات المتطرفة وهذا الذي فعلتموه خلال أربعين سنة ناس كانوا يقاتلون في أفغانستان قلت جئت في سبيل الله ذهبتم إلى هناك ناس كانوا يقاتلون في الشيشان ذهبتم إلى هناك ناس قاتلوا في البوستة والهرسك فعلت ذلك هاجرت آلاف الشباب وإلى أن أتى القتال في عقل داركم ما كلكم شاربتم في ذلك مش كلكم طبعا ولكن أنا أتكلم عن هذه الفئة من الناس ممن يفتخر بما كان عليه محمد وأصحابه أنا ما أتكلم عن ناس مسلمين جالسين في بيوتهم ما لهم علاقة لا بالعير ولا بالنفير ولا فارق معاهم هذه الدنيا هكذا عاطفة إسلامية خفيفة عندهم يعني مش فارقة معاهم القصة ولكن لما تأتي وتقولي لو الله ذول الناس كانوا يعني صناعة المخابرات لا مش صناعة مخابرات لو كانوا صناعة المخابرات لنتهوا ولكنهم لا ينتهوا لو كانوا صناعة مخابرات ما علموا أطفالهم على التفجير وما علموا نساءهم على التفجير وهذه فيديوهات منتشرة في كل مكان ولكن أنتم قوم تخجلون من دينكم وأنا أشارككم الرأي أقول لكم لكم الحق في ذلك لكم الحق صراحة أن تخجلوا ولكن مشكلة هذا الخجل غير صادق هو خجل فقط قدام الناس أي ممزوج بالنفاق والازدواجية والكذب أصبحتم تنافسون الشيعة في التقية يخرج أحدكم يعني يظهر أخلاقه ودينه وقدشه وجميل ثم سرعان ما يتحول إلى إرهابي نعم أنا مع دينه أنا مع هذا ومع ذاك لماذا؟ لأنكم ترون أن ما فعله محمد هذه فضيلة ولا فقط إذا صحة عندكم صحت عندكم الرواية تؤيدون ذلك وعندما تؤيدون يعني القتل والسبي وحكم المرتد ورجم الزاني وجلد شارب الخمر وضرب المرأة وضرب الطفل على الصلاة وأخذ الجزية من المسيحيين ومن اليهود ثم بعد ذلك تأتي وتقول الإسلام دين سماح وعد هي سماح وعد هذا مفروضاً أن يجرم في كل أنحاء العالم يعني بساطة شديدة هذه عنصرية ما بعدها عنصرية ولذلك المدافعين عن هذا الدين انظروا أخلاقهم كيف يظهر عندما تناقشهم كس سختك وكس سمك وابنك ومخت الشرموطة وأبو الشرموطة وبنت الشرموطة لماذا؟ لأن الدينكم هكذا قرآنكم قرآنكم من 1400 سنة علمكم على هذه الطريقة في الحياة لما اختلف مع الوليد ابن مغيرة قال له يا ابن الشرموطة يا ابن القحبة وهذا الكتاب الذي تتعبدون به من ين راح تتعلمون أخلاق من ين راح تجيبون أخلاق أصلاً إذا كان مصدر الأخلاق عندكم بهذه السفالة من ين راح تتعلمون إذا القرآن عندكم أصلاً يدعو إلى القول بأن الناس مثل الكلاب والحمير والحيوانات والبهايب من ين راح تتعلمون ثم تأتي وتقول إنما الأمم وأخلاقه ما بقيت إذ صحيح فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا لذلك هذا هو حالكم راحت أخلاقكم من 1400 سنة نشوفكم كيف صلتم مشردين على الأرض ما عندكم دولة واحدة تتصف بالأخلاق دولة إسلامية واحدة ما عندكم فيها أخلاق هذه دولتكم السنية وهذه دولتكم الشيعية هذه دولتكم الشيعية دولة إيران وين الأخلاق وهذه دولتكم السنية أبغانستان وين الأخلاق وين الإنسانية بل تهاجرون من هذه الدول لالنهار وعلى مدار السنة سواء كان فيها حروب أو لم تكن فيها حروب وتأتون إلى بلاد الكفر الذي نهاكم النبي محمد أن تأتوا إليها ولكن حتى في هذا تحولتم إلى أكبر درجات النفاق رسختم في أذهانكم أكبر درجات النفاق وبررتم لأنفسكم أن تأتوا عند الكفار وتأكلوا من طعامه ثم تبصقوا فيه كمين راح تتعلموا؟ ما راح تتعلموا هذه حقيقتكم المرة قبلوها أو اتبرعوا من هذه السخافة اللي موجودة عندكم أقمتم الدنيا ولم تقعدوها لأن شخص حرق بضعة صفحات من كتاب سخيف؟ ولكن أين مظاهراتكم؟ لا أتكلم عن الكفار الذين قتلوا على أيديكم مثل الإيزيديين والمسيحيين وغيرهم بل أتكلم أين مرؤدكم عندما يتحرر شبابكم بنسائكم في عقر داركم هم ما عندها هذه أذول النسوان المسلمين محجبات وغير محجبات الكل من الشباب المسلم من المغرب إلى العراق يضع يده عليها ويتحرش بيها لماذا؟ لأن الذي ذكر لكم الغاض في كتابه نسى أن يتكلم عن حماية المرأة نسى قال لا عادي جدا ما هو المرأة؟ رأي لازم نعمل عادي جدا خلينا نتحرش بيها وهذه الحقيقة المرة أكثر الدول التي فيها تحرش هي البلدان الإسلامية وينما حتى المرأة لم تعد لم تعد تأمن على نفسها في الشارع في مكان فيها ناس مسلمين هذه حقيقة بل في بعض الدول بيصير عندهم تحرش جماعي يعني المجتمع كله تصور أنت امرأة تخرج في الشارع يجي 10-15-20 شاب يتحرشون بها ويمدون إيدهم عليها ولذلك يخرج علينا عبدالله رشدي ويقول لك نعم أنت بتهيجين الشباب وهم أصلا مش ناقصين بلفزك المحزة والملزة لماذا؟ لماذا هؤلاء الشباب بيهيجوا؟ لأنكم جعلتم منهم ذباب بدأت تنطع للحلوة جعلتم من هؤلاء الشباب مجرد حيوانات بهاء جنسية لماذا؟ صناعتم منه ماذا؟ لما طفل وهو عمره خمس سنوات تذهب به إلى المسجد والإمام وهو عمره خمس سنوات لنما يوصل لثلاثين سنة هو يسمع يسمع المرأة لا تفتن الشباب ولا تسحر الشباب المرأة إذا تعطرت فهي زانية هذا كيف راح يطلع على على وحدة لابسة بانطلون وشوي كتافة طالة أنا أقول لك كيف يطلع عليها يراها شرموطة يراها عاهرة يراها وحدة عدنة الشرف مستباحة كليا لماذا؟ لأنه ثلاثين سنة بعقله أنه إمام المسجد يردد أن هذول ما ليس لديهم أخلاق يسميهم الكاتسيات العاريات لا يرحنا الجنة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن الريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا طبعا لأن هذول الناس ببساطة شديدة معنى من الشباب مجموعة كائنات همجية يعني فقط تفكر في الجنس ولما تفعلوا هذا الكلام معهم شو راح يصير عندهم يشوفوا وحدة لابسة بانطلون ما يقدر وكيد لأنه مقتنع أنه حيوان جنسي هو كذا أنت راح جيب دجاجة وحطها قدام ديك قدامك شو راح يتحول الديك راح ينط عليها هكذا شباب المسلم حولتموهم من شباب من ناس محترمين إلى كائنات بهيمية جنسية ما تستطيع أن تسيطر على نفسها بمجرد ما يرى شوية أكتاف وشوية ذراع وبهذه الطريقة تستمر سحق الشخصية المسلمة ثم بعد ذلك ماذا يحصل يحصل ببساطة شديدة اللوم يوضع على مين على الحلقة الأضعف طبعا ومين هي الحلقة الأضعف الحلقة الأضعف هي هذه المسكينة التي اسمها امرأة حتى بدأت تقتنع أنها كائنة حقيرة ناقصة عقل مثيرة للشهوات بدأت تقتنع الآن عندنا نساء في البلدان العربية يقول لك نعم يا أخي والله حرام عليك إنك تثيرين الشباب الحرام على هذا الشاب الذي يستثار أصلا الحرام هو على هذا الإمام المسجد الذي جعل من هذا الشاب لا يستطيع أن يفكر إلا بقلقوله مثل ما كان يفعل نبيه تذكرون النبي محمد لماذا؟ لأنه انظروا يا أخوة النبي محمد ماذا فعل عندما رأى امرأة ثارت شهوته المقدسة فذهب ووطع زينب ثم رجع ينصح أصحابه ويقول لهم أول ما قلقولك يقوم روح نط على زوجتك عشان يبرد يبرد الموتور حقيقي؟ حقيقي؟ يا والله حقيقي هذا دينكم هذه طريقتكم في فهم الحياة هذه طريقتكم في التعايش مع بعض هذه طريقتكم في النظر إلى نصف مجتمعكم نحن نأخذ مشاركات الأخوة حبيبي أستاذ محمد أخوي شونك أحوالك أنا بخير سيدة منتك كيفك؟ والله الحمد الآن جاي أسلم عليك وأروح زيادة طهي الحبيبي شكرا لك وردة مع السلامة أخوي محمد مع السلامة محبات تحية لك أستاذ التنوير محمد صالح جاهلا أستاذ محمد صالح بس سؤال يعني لو امرأة جميلة مظهرة مفاتنة من صدر ومؤخرة وإلى ما هنالك هل تصار أنت أم لا تصار لا أستاذ محمد هل تصير غرائزك؟ لا لا تصير غرائز إلا إذا أحببتها لماذا؟ لأنه يفوذي أنا يوميا بقول بروح للبحر بروح للسوق ولا حاجة ما أستثار جنسيا عشان في وحدة كاشفة نفسها لأنه ما في عواطف كيف أنا أستثار جنسيا لأمرأة هي ما تبادلني نفس الشعور هذا فقط الحيوانات يستثار معروف معروف عن الرجل أنه الرجل الحيواني نعم أنه يستثار جنسيا بمجرد ما يفوذي بزاز المرأة نعم صالح الراجعة أحضرته الرجل الحيواني معروف عنه أنه إذا شاف بزاز المرأة يستثار جنسيا لماذا؟ لأنه بيفكر مثل الحيوانات ما بيفكر بالعاضي بغض النظر بغض النظر الرجل بشكل عام هذا علميا لا مش بشكل عام مش بشكل عام لأنه إحنا اليوم مثلا إحنا هنا لحظة خاليني أقول لك هنا مثلا قبل كم أسبوع أنا كنت في البحر عرافت كيف وهناك نسوان يعني حتى تقريبا مش لابسة يعني حتى هذا البكيني اللي لابسته من قطعتين يعني لا يغطي ولا يعمل أي شيء وما بتشوف لا حدا بيتحرش ولا بحده يستثار جنسيا ولا حدا أصلا بيطلع على الثاني لماذا؟ لأن الجسم ليس هو ليس هو مصدر الشهوة مصدر الشهوة هو التفكير التفكير أنت كل ما فكرت في الجنس رح يستثار شهوتك أنت تستثار جنسيا بالتفكير وليس لأنك ترى امرأة يعني مثلا أنا الآن أعطيك مثال أنت الآن لو شفت أختك مثلا عارية رح تستثار جنسيا طبعا أكيد لا أستاذ محمد صالح أولا بضبط هكذا ليش؟ لأنه في فكرك في فكرك في عقلك عرف كيف أنه هذا أنا ما لازم أستثار جنسيا عليها فبالتالي صاهر عندك مانح قدامك الإنسان السوي الإنسان المحترم ما يستثار جنسيا إلا مع إنسانة بيحبها وبتحبه بيكون في بياناتهم تواصل بيكون في بياناتهم الرغبة لما أنا أشوف الرغبة الجنسية في عين المرأة تجاهي وقتها أستثار جنسيا أما أنه أنا أشوف وحدة فقط لأن صدرها طالع أو ذراعها طالع أو رجليها طالع ما أستثار جنسيا لأنه هذه بالنسبة لي مثل غيرها من النساء هذه المرأة بالنسبة لي لا تعتبر مادة جنسية حتى أستثار على الجنسها على الشكلة ولكن إذا أنا مثلا لحظة خليني أشرح له لو ما كنت متزوج وشفت إمرأة مثلا شفت أنه هي تطلع عليها أنا بطلع عليها بشوف شكلها جميل ممكن أبتسم ممكن تبتسم أروح أسلم عليها أروح أسلم عليها بتجي تسلم عليها عرفت كيف ثم بعد ذلك يعني ممكن يعني هكذا مثلا أعمل كده عليها هي مثلا أشوفها تتجاوب معايا وقتها إيه نعم واستثار جنسيا بشكل قاتل جدا وقتها بدي على طول أني أروح معاها وأدخل لغرفة النوم عرفت كيف ولكن أنه إمرأة لأن جسمها يعني مكشوف قدامي عرفت كيف هذه ما بتي بتيجني ولا بثيرني جنسيا لماذا؟ لأن عقلي أنا مبرمج على أن المرأة التي أنا أريد أن أضاجعها لا بد أن تكون الراغبة فيها لا بد أنها تكون بتحبني أو بتكون على الأقل مشتاقة أنها تعمل هذا الشيء معايا وهذا هو الفرق بين الإنسان الحيواني والإنسان الإنساني الإنسان الإنساني لأن هناك وحدة كاشفة جسمها الجنس الجنس هي مسألة فكرية أنت كيف ضبطت فكرك جنسك يروح بهذا الاتجاه نعم طيب حبيبي محمد صالح من المعروف أنه لدى المرأة مفاتن من صدر ومن مؤخرة وما إلى ذلك ولا أحد ينكر لا أحد ينكر أن الرجل جميع الرجال يعني إذا رأوا إمرأة جميلة مصغرة المفاتن يستسارون أنا أنا ما أدري لحظة لا خلينا نعمل نعمل هكذا السؤال للأخوة الرياجي للذين إذا رأوا إمرأة مثلا صدرها طالع هل تستثارون جنسيا يا أخوة لمجرد أنكم بتشوفون إمرأة صدرها جميل أنا أنا الأخوة بس يجاوبوني فقط الرياجي تجاوب فقط أنتم يعني قلقوكم بيقوم فقط لأن الرجل منكم أنه شفتم إمرأة صدرها طالة إمرأة صدرها طالة ما يستثارون على هذا يا رجل يا رجل أنا فاهن عليك أنك أنت لما بتشوف وحده لاحظة شيء مريح يا حبيبي لاحظة بتكلم أنا متفهم أنت إذا تشوف وحده تستثار جنسيا لماذا لأنه ببساطة شديدة أنت ما تعلمت الحس الإنساني بأنه الاستثار الجنسية يكون فقط لما ترى الرغبة وتت يعني تكون على معرفة وتكون يعني ترى أن الثاني متجاوب معك يا رجل يا رجل لما تظهر وحده بشكل عام يعني لماذا المرأة مثلاً لماذا المرأة تتزين إذا لا تصير أحد لماذا المرأة تتزين آه حلو أنا بعشق المرأة المتزينة جميلة جداً ممكن أجلس أطلع على وحده لحظة خليني أنا ممكن أطلع على وحده لحظة ممكن أطلع على الوحده هي كمان تحب أنه الرياجيل يتطلعون عليها ولكن هذا ما له علاقة بالجنس آه ليش بتحب أنا الآن جالس قدامه عرفت كيف رايح حتى منتعطر رغم أنه ما أحد يشوفني طيب إنسان بطبيعته يحب أنه يكون في مظهر جميل ومظهر لائق عرفت كيف وهذا الإحساس لدى المرأة أقوى من عنده لدى الرجل بالشكل العام ولكن هذه المجتمعات القديمة المجتمعات الجديدة الرياجية منها مثل النسوان في هذا الموضوع طيب نحظ يا عمي يسبر شوية أنا الآن مثلا أروح لعند الحلة أروح أحدد لحيتي عرفت كيف وأشيل حواجبي وإذا عندي إمكانية أروح أعمل شعر إصطناعي لأنه أحب أنه يكون مظهري جميل هذا هو الإنسان الكائنات الاجتماعية تهتم بنظرة الآخر لها سواء كان رجل أو إمرأة إذا تزينت يا محمد صالح وأنا تفتح واجبك والله ما تسير ولا تسير لا مو عند الرياجين افهم افهم عند كل الناس 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 بطبيعتها لأن عمي طعم لحظة الناس بطبيعتها تحب أنها تطلع بطريقة جميلة بشكل جميل يا حبيبي ما اختلفنا كل الناس تحب أن تظهر في السكتوني هذا الكلام ما له قيمة الكلام له قيمة لحظة لحظة أنت يا دائر ما أحب أنا مش موضوعي هذا عرفك موضوع بلقصة أنت ببساطة شديدة تهاج لما بتشوف وحدها فقط انطلع رجولها وانطلع يديها والله والله هي هي مسيرة لجميع الرزاء للرجال لأني لا مثل جميع الريادي للرجال أنت الآن أنا أسألك أنت أنت تثار جنسيا نعم لأني رجل سوي جزاء يا أخو يا أخوات يا شباب نعم لأني لأني خصي مثلك لحظة 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 يا أخوة ببساطة شديدة اللي بيعرف ثائر عن قرب حاولوا أنكم لا تشوفوا نسوانكم إلى ولا تشوفوا أي بنيها قداما لأنه يستفار جنسيا بالسرعة شديدة جدا لا في شغلة أنت فاتتك شغلة يا محمد صالح لا ما فاتتني خلاص فهمنا وجهة نظرك فهمنا أنك أنت يا حبيبي يا ثائر تستفار جنسيا بالسرعة شديدة جدا وهذا الذي نحن نتكلم عليه ليش لأنه هذا الكتاب خلال كل هذه السنوات جعلت منكم مجتمعات ما تستطيعوا أن تفكروا تفكيركم ما بين أرجولكم فقط عادي جدا في الناس هكذا عادي ما في مشكلة ولكن أنا تأتي وتعتقد أنه هذه الطريقة الحيوانية في التفكير في الشهوة في الجنس هو يعمم على هذه الطريقة تعمم على كل الناس هذا كلام غلط مش كل الناس هكذا الجنس ببساطة شديدة عملية تجاوبية وعملية فكرية بالدرجة الأساسية أنا الآن لو أفكر أني أروح أمارس الجنس مع معزة وأخليها يعني شغلة عادية في راسي راح أروح أعمل هذا وهذا الذي يحصل في البلدان الإسلامية على فكرة الذي يروح يمارس الجنس مع معزة والذي يروح يمارس الجنس يستثار جنسيا من بطة تتأصع في مشيتها والذي يروح يستثار جنسيا على لية الغنمة عادي جدا لماذا؟ لأن هذه طريقة حيوانية في التفكير أما الإنسان السوي لا يفكر بأي طريقة الإنسان السوي يحب أنه يرى تجاوب في عين المرأة التي يريد أن يمارس معها الجنس وهكذا يستثار جنسيا حتى من ناحية الممارسة الجنسية يعني الرجل السوي لا يستثار جنسيا قبل أن يرى الرغبة الجنسية عند المرأة يعني قاتلة ويرى أنها يعني هيجع عليها مثل ما هو هيجع عليها بهذه الطريقة تكون العملية ولكن الشعوب المتخلفة التي لدينا مثلا على سبيل المثال هذه الشعوب لا تعرف هذا الكلام لماذا لا تعرف يلا يا ولية تعالي يا تعالي أنا قلقو لي قام ايه ليش قلقوهONA قام ايلوالله أنا شفت نجوة كرم مثلا في التلفزيون لا والله شفت صفينار في التلفزيون لا والله شفت ما أدري مين في التلفزيون شفت كيم كارداشيا أنا بقول كيم كارداشيا لأنني بحب كيم كارداشيا عرفت ك eligibility تعالي ال الله يا ولية وارفعي بتجولك والولية عاملة كده المسكينة ولا فهمة إيش اللي بيصير في الدنيا عرفتك وهو تاك 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 آه يلا خلاص أنا ارتاح يلا الآن تقدرين تروحين تكمليين الأكل اللي أنت شو بتعمل أنت أنت هذا هو مفهومك للجنس طبعا لأنه بيشوف بالضبط الحمير تمارس الجنس بنفس الطريقة الثيران تمارس الجنس بنفس الطريقة الديكة تمارس الجنس بنفس الطريقة الأغنام والمعيز تمارس الجنس بنفس الطريقة فهو يمارس الجنس بنفس الطريقة ومارسته للجنس لا تتعدى الشهوة الحيوانية ورغبته بإيصال حيواناته المنوية في رحم هذه الكائنة البائسة التي اسمها الأنثى فقط وهذا أنت على فكرة للمعلومة الإنسان هو ولد هكذا ولكن الإنسان لما يرتقي تذهب عنده هذه الطريقة في التفكير الإنسان لما يتحول إلى إنسان إنساني يتحول إلى إنسان راقي لا يستطيع أن يمارس الجنس مع الأطفال لا يستطيع أن يمارس الجنس مع وحدة مريضة مع وحدة ما عندها رغبة مع وحدة ما عندها شوق إليك وهكذا تضبط المزاج الجنسي لدى الرجل بقدر ما يكون عنده إدراك ووعي وإنسانية بقدر ما هذا الوعي والإدراك والإنسانية في تدني رح يشوف كل حاجة قدامه كائن جنسي لذلك هو ببساطة شديدة يشوف وحده في الشارع بالضبط مثل ما كان يفعل محمد عليه الصلاة والسلام شاف وحده في الشارع قلقوا لقاء رح تعالي أولية رح مارس الجنس معها طلعوا وبعدها حطها في راس الولية أن المرأة تقبل وتذبر في صورة الشيطان أنت تقرر أنت إذا تفكيرك إنساني ولا تفكيرك حيواني أنت تشوف أنت وين تضع نفسك أنت رح بالضبط رح تكون هناك طيب السلام عليكم ورحمة شونك يا أستاذ محمد السلام يا عنا أنا عب السمع عليك من إلي نص ساعة عب السمع عليك بس بدي سألك سؤال واحد بس بدي سألك تمام صوت في عندك صوت ضجة تمام في عندك صوت يا أخي في صوت ضجة عندك تمام هيك أه تفضل أسكتوا شوية أنا لما مثلا زوجتي بشوفها أنها عندها رغبة فيها وأنا برغب فيها ولأنه عندنا تاريخ مشترك من السنوات طويلة عندنا كل هذه اللحظات الجنسية الجميلة عرفت كيف فهي دائما في مزاجي أنا الآن أسكتوا شوية خلي الواحد يتكلم مهما جئت المساجد تتركوها في المساجد قولناكم هذا الكلام مليون مرة الآن ببساطة شديدة أنا لما أأتي أشوف عند الضجة أنا الآن مثلا زوجتي أنا لما أريد أمارس معها الجنس أمارس معها الجنس لإني بشوف أنه هي عندها رغبة فيها وأنا عندي رغبة فيها عرفت كيف ولكن مثلا حتى لو أنا عندي رغبة فيها فقط بمجرد ما أشوف أنه هي ما عندها رغبة الرغبة عندي بتروح ما تبقى لماذا؟ لأن ما يمكن كيف أروح أمارس الجنس مع وحدة بشوفها ما بتطيقني ما بتضبط هذه نظرة حيوانية سخيفة كيف أنا أروح أمارس الجنس مع وحدة فشوف أنه هي مش متجاوبة معايا أروح أجتري إلي توميا واخلص أروح أستمني واخلص إذا الموضوع هكذا ولكن أنا أكون مع إنسانة أنا 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 بدي إنسانة معايا أنا هذه الإنسانة المفروض تكون موجودة معايا بتشارفني هذه اللحظات الجنس تمام تمام أستاذ محمد بزيئتين 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 باتكلم باتكلم سكر المايك عندك بتكلم لسه باتكلم أنا لما أروح أعمل هذا شيء ببساطة شديدة هذا الكلام يخليني أنه أحس أنه أنا أجسرت أقل من الحيوانات أقل من الحيوانات هذه الكائنة ما ترغب فيها كيف يعني أساسا أنا أنا لا يكون بدي أمارس الجنس معها هذه طريقة متخلفة بداية هذا هذه الفكرة ليك تكشف أن زوجتك عنده رغبة في تجنس بالكيش يسمى أنه عنده رغبة في الجنس هي بتقول لي هذا هذا الكلام أو بتقول من خلال حناقة لي خلال بوس هي من خلال كل هذا يعني من خلال إغراءات مسيخ Black مم خلال إغراءات هي موجودة معايا لما بتقول لي هذا الكلام لما تجي بتبوسني لما تجي تحضني لما بمسك إذا لما بتحط رأسها يعني إذا جيب يعني إذا جيب أنت بتسأل السؤال وما بتسمع الجواب إذا أسألك سؤال جوابتني إذا أسأل زي محمار إسكتوا شوية لما بتكلم إفهم الجواب حتى ما تجي تعطعيد وتكرر نفس السؤال الآن أي إنسان عنده حبيبة عنده عشيقة عنده زوجة يعرف بالضبط أنه كيف يروح يمارس الجنس معها ببساطة شديدة يروح يمارس الجنس معها لما هو بيشوف أنه هي عنده رغبة في كيف يعرف أنه هي عندها رغبة مثلا أما هي بتجي بتقوله أو هو يجي يقول لها أنه أنا عندي رغبة جنسية ثم بعد هذا يأتي أو تعطيه يعني إشارات كثيرة جدا هذه الإشارات شو هي تجي تحضنه بتميع صوتها بتتأصع قدامه بتجي بتقوله بتحب أرقص لك مثلا بتحب شو بتعمل ليش ما بتجي تعطيه كل الإشارات أي إنسان متزوجة وعنده حبيبة وعنده عشيقة بيعرف هذا الكلام إلا المتخلفين من الأدول الناس لا والله أين حقوقي الزوجية أنا قلقوا لي قام أنا أريد حقوق زوجية عادي جدا رح مارس حقوقك الزوجية رح نعمل لك ثقب في الحيط وروح دخله فيه كل يوم بدل ما مرمط هذه المرة معاك يعني ليل نهار هذه الفكرة يعني هلأ البوسة البوسة والإغراءات لكلام هي اللي بتتزوب بتتزوب واحد للجنس تمام؟ لا مش البوس افهم مش البوس استاذ محمد بس سواني شوي بس سواني شوي أنت عطيتني فكرتاك خليني أعطيك فكرتي بس خليني وصي اللحظة مش البوس افهموا أنتو عندكم خلل في دماغكم البوس أنا ببوس طفلة ببوس الكلب تباعي ببوس قطتي ببوس أمي ببوس أبويا ببوس أختي ببوس كذا افهموا هذه أمور أنت بتعرفها لما في أنثى معاك لما في امرأة معاك لما أنت لما تجي تحضنها تحضنك تعرف إذا هي راغبة فيك جنسيا ولا لا شو ذنبي أنا إذا أنتو هذه أمور على فكرة الناس تتعلمها وهو هي في مرحلة المراهقة ولكن أنتو الواحد منكم عمره أربعين سنة وخمسين سنة لحد الآن ما بيفرق البوس هي من الإشارات الجنسية إذن نعم أنا إجت المسؤولة الأوروبية حضنتني فهاي بدها تمارس الجنس معايا حيا على الجهات دحما دحما أدخل أدخل عرفتك؟ هذا هو طريقتكم في التفكير أنتو أنتو قوم نبيكم نبيكم ببساطة شديدة شاف وحده مرة قدامه من البشارة قلقوله قام ما قدر قدام أصحابه وقدام الناس ما قدر يمسك نفسه كيف راح يكون تفكيركم إذا هذا قدوتكم افهموا الكلام افهموا مرحبا أخي أهلا يعطيكم العافية والسلام عليكم للجميع أهلا استراحة وللأسف طبعا الشعوب حاليا والشباب بيتطلعوا للبنت إذا زبطت حالها ودارت بالها حالها لعبة رياضة زي كأنها بس علشان تلفت انتباه الرجال وهذا شيء كتير غلط إحنا منلبس ومنزين حالنا لنفسنا بالأول لأنه إحنا منحب نشوف حالنا في بنات بالمؤاخذة مش جميلات ليش كمان الرجال بيتطلعوا عليهم بغريزة ليه بيتطلعوا عليهم بشهوة جنسية فمعناها إنه محجبات بلز الجميلات مزبوط أخي معناها معناها إنه في أشخاص اللي عندهم مرضى جنسية ولهذا السبب أي أنثى شو ما كانت بتلفت انتباههم لغريزة جنسية فهون إحنا ما منحكى عن هدول الشوازن اللي عاقلهم فقط في الغريزة الجنسية تبعيتهم منحكى عن الناس الطبيعية اللي عادي إذا مشيت بنت حلوة قدامه يتطلع عليها النظرة ومشي عادي ليش تفكيرهم دائما إنه البنت إذا لبست إذا زينت حالها إذا ترتبت معناها بس عشان تلفت انتباه الرجال إنه هذه الشريعة الإسلامية هاي مش شريعة إسلامية يا أخي بارة شريعة إسلامية النبي محمد قال يا أخي يا أخي هذه الشريعة الإسلامية مسموح له نظرة شريعية فقط تفضل تفضل هذه شريعة إسلامية النبي محمد شاف وحده مرة في الشارع قال قوله قام راح جامع زوجته ثم إجاه وقال لأصحابه قال لهم ببساطة شديدة إنه الشيطان تقبل وتدبر في صورة إمرأة تقبل في صورة إمرأة وتدبر في صورة إمرأة أخي هذا الكلام مش صحيح هذا الكلام مش صحيح لحظة بتكلم أبرار بتكلم الآن لما شاف لما شاف هذا الكلام راح جامع زوجته ثم يقول لأصحابه المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أفصر أحدكم إمرأة فليأتي أهله فإنه يبعد ما في نفسه أو فإنه يذب ما في نفسه هذا هو نوصية الرسول لهذول الناس لأنه ببساطة شديدة هو كان رجل ما كان يسيطر على قلقوله ما كان يسيطر على أبي من وين شبت انتهى هذا الكلام قد يعني بتكلم بتكلم لسه بتكلم لما هو ببساطة شديدة ما كان يسيطر على شهوته لما كان يشوف وحده مرة قدامه في الشارع فكان يروح يقوم يروح يستثار جنسيا فلذلك هذا الكلام لما يردت في المساجد وقلال كل هذه السنوات أن المرأة عولة مرة تثير الجنس ومرة تثير الشهوة أكيد الشباب المسلم راح يتحولوا إلى كائنات يعني بهيمية من الناحية الجنسية لأن هذا كله بمباركة المشايخ بمباركة القرآن والسنة أخي هذا الكلام أبدا مش صحيح أنا بعرفش من وين أنت جاي بهذا الكلام هذا الكلام مش صحيح الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية أعطت قيمة للمرأة ومحطت حقيمة جنسية فقط لا غير أخي لو سمحت أنا عم بسمعك ولو سمحت تسمعني شوي الشريعة الإسلامية ما بتحكي هذا الشيء أبدا القرآن أعطت قيمة للمرأة ما أعطاها إنه هي فقط للجنس هذا هو قرآنك عن شو بتتكلمين طيب شكراً لإلك القرآن سمعك ناقصة شكراً لإلك القرآن قال عنك ناقصة عقل اهربي اهربي أنا معاكي نفي تهربين ليش لأنه إذا بدك تعتقدين أنه هذا الكتاب عمل مني قيمة غير صحيح هذا القرآن بيقول أنه يضربك مو أنا اللي بقول افهمي ها خجلان من قرآنك اتبعي هذا القرآن ودافعي عنه لأنه عمل منك ناقصة عقل ناقصة دين هذه حقيقة قرآنك لذلك أنتم مصابون بمتلازمة ستوكول متلازمة ستوكول ببساطة شديدة أنك تتعاطفين مع الذي قهرك وخطفك وضربك وعذبك هذه الحقيقة أستاذ محمد صالح من المعروف علميا أنه الرجل يستسار بصريا ممكن تذكرني المصدر العلمي اللي تتكلم عنه يا أحمد المصدر العلمي هذا بالشكل عام لا أي جامعة بالعام أحمد 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 أتكلم أذكرني المصدر العلمي أنتم قوم أنتم ناس يعني أكاذيبكم ملأة الآفاء معروف علميا من اللي قال هذا اللحظة لحظة لحظة ومش مثل نروح للبحر وكذا عرفت كيف ونجلس مع بعض والناس لا بسوى لا حاجة هناك عرفت كيف وأتكلم عن مئات الناس وأحيانا يكونوا بالآلاف عرفت كيف ما سمعنا يوم من الأيام في أحد هذه الشواطئ أن واحد مدئده على وحدة أو وحدة اشتكت من تحرش واحد ثاني يا حبيبي إذا أنت اخبصي يا أحمد صالح يا أحمد صالح أنا أدني لا مع مركك ولا مع غير مركك باتكلم حبيبي أنا أجزم أنه ما بيقوم معك إذا أنت خاصي لا تعمم الرجال إذا أنتم كائنات عندكم مشاكل حيوانية أنا أنا ما أستطيع عالجكم إحنا بنذهب للبحر أنا والشباب والأهل والناس وكل الناس تروح تسبح تجي كذا ما في حدا منا حتى يعني حتى يعني يفكر في الجنس في هذه اللحظات أنتم ناس كائنات مريضة لماذا كائنات مريضة لأن هذا القرآن جعل منكم حيوانات بشرية حيوانات بشرية كيف الآن أنت تجيب ديك تجيب ديك حط النعال قدامه كذا حط هكذا النعال قدامه حركه قدامه هذا ديك رح يستثار جنسيا رح يروح ينط على هذا النعال في مقاطع في الفيديو في مقاطع في اليوتيوب تستطيعون أن ترجعوا إليه عرفت كيف ولكن أنتم بالضبط هكذا أنتم أي حاجة يهتز قدامكم تستثارون جنسيا عليها ليش لأنه هذا القرآن جعل منكم مثل الذباب جعل المرأة حلوة وجعل منكم ذباب هذه الحقيقة المرة لذلك شو بتعتقدون تعتقدون الإنسان الذي عنده أخلاق عنده إنسانية عنده وعي عنده إدراق هذا مخصي هذا ما عنده شهوة لا يا عمي عندنا شهوة ونستثار جنسيا ونحب مبارسة الجنس وما بنشبع من الجنس ولكن بنحب الجنس مع فقط مع اللي شاركنا هذا الإحساس بنحب الجنس مع المرأة التي ترغب معنا بممارسة الجنس ما بنشوف أنا ما بشوف زميلتي اللي في الشغل فقط عشان لأنها لافسة ونطلع صدرها ما أستثار جنسيا لأن صدرها طالع لأنها زميلتي هذا في حاجز عندي هون بيقول لي هذه المرأة ما ممكن أن أستثار جنسيا عليها عرفت كيف؟ أنا الآن لما أذهب للشارع بشوف وحدة والله يعني جسمها جميل وشكلها جميل وملابسها بين قوسين مغرية ولكن ما أستثار جنسيا عليها لماذا؟ لأنني بحب زوجتي بحب أني أمارس الجنس مع زوجتي مع الإنسان اللي أنا بحبها الإنسان اللي أنا عندي تجربة كبيرة بنعيش بنحلم نتكلم كل هذه التفاصيل هذا الكلام أنتم مع الأسف الشديد لأنكم كائنات متخلية فما عشتوا هذا الكلام أنتم أنا أشفق عليكم أنتم ناس ما عشتوا ما تعرفوا من شو معنى الحب ما تعرفوا أنتم لحد الآن تسمون الجنس بالوطن بالوطن إحنا هنا بنسميه حب الحب هذا الجنس هو الشغلة جميلة جداً هذا أنا لما أروح أمارس الجنس مع الإمرأة أنا أريد أبوسها مثل ما تبوسني أريد أحضنها مثل ما تحضني أريد أشمها مثل ما تشمني أريد أستمتع بجسمها مثل ما بتستمتع بجسمي هذا كله عبارة عن شو عبارة عن تناغم توافق رغبة ببعض أنتم ما عندكم هذا الكلام أنتم عندكم أن المرأة إذا زوجها دعاها للفراش وما قالت حي على النكاح الزوج طبعاً هذا يقول حي على النكاح عرفت كله أن عندكم حيين ثلاثة أمور حي على الصلاة وحي على الجهاد وحي على النكاح عندكم وحي على النكاح هو أهم من حي على الصلاة وحي على الجهاد صراحة أرى كيف أول ما زوج يجي يقول حي على النكاح لابد أن المرأة تنزع كلسونها وتقول لك تعال يا أبو يا أبو شوارب تعال يا الله دخل بس بالله عليك بعد ما تخلص أريدك تغطيني وتطفي الضوء لماذا؟ لأنها لا تمارس الجنس ممارسة الجنس في البلدان الإسلامية هي عبارة عن اغتصاب للمرأة اغتصاب لهذه الزوجة لأنها لا لديها رغبة لذلك الزوجاتكم ببساطة شديدة تذهب وتمارس الجنس مع علاوي بن الجيران علاوي بن الجيران اغتصاب للمرأة